فضائح النظام الإيراني تتوالى من قمع للشعب الإيراني ومحاولة إسكات الأصوات الحرة إلى محاولة شراء الذمم للتغطية على قمع نظام الملالي للاحتجاجات في إيران آخر تلك الفضائح ما قاله مدير محتوى باللغة الفارسية على الإنستجرام إن مسؤولي المخابرات الإيرانية عرضوا عليه المال لإزالة حسابات إنستجرام الخاصة بالصحفيين والناشطين المدير السابق قال إن المخابرات رفعت المبالغ المعروضة إلى عشرة ألاف يورو على كل حساب يتم حذفه في حديث إلى بي بي سي اشتكى كثير من المواطنين الإيرانيين وخاصة ممن يستخدمون إنستجرام من حذف المنشورات المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في بلادهم حيث كانت اندلعت الاحتجاجات في عدة مقاطعات في وقت سابق هذا الشهر بعد أن خفضت الحكومة الإيرانية دعمها للمواد الغذائية الأساسية ما تسبب في ارتفاع الأسعار لقيت الاحتجاجات تغطية قليلة جدا على وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ما يعني أن الإيرانيين اضطروا إلى الاعتماد على إنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لمعرفة ما كان يحدث على الأرض ومع استمرار الاضطرابات لحظ المستخدمون إزالة بعض مواقع الفيديو المنشورة على إنستجرام أحد المواقع الذين قدموا شكوى هو تسفير 1500 وهو حساب شهير يديره نشطاء المعارضة والذي قام يوم الخميس بتغريدة بأنه تم إبلاغه من قبل إنستجرام أن حسابه يقتصر فقط على حماية المجتمع تسفير 1500 وصف هذه الخطوة بأنها لا تصدق وحذر من أنها الطريقة الوحيدة التي يمكن للإيرانيين من خلالها التواصل مع العالم وخاصة أولئك الذين يعيشون في البلدات والقرى الصغيرة وزعم أن إنستجرام يعمل لصالح الدكتاتور في إيران مدير المحتوى السابق أخبر بي بي سي أنه يعرف شخصيا بعض المراجعين الذين دعموا النظام الإيراني وتلقوا تعليمات من إيران الرجل الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته يعمل في شركة تيلس انترناشنال وهي شركة تابعة لجهة خارجية مسؤولة عن التعامل مع التقارير والشكاوى الواردة من مستخدمي إنستجرام قال يمكن للمراجع حثف منشور تم الإبلاغ عنه بشكل مستقل دون مواجهة أي عواقب وخيمة قالت شركة تيلس انترناشنال إن بعض المشرفين عليها التهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالعمل لصالح الحكومة الإيرانية وبإزالة محتوى من إنستجرام عمدا للتأثير على الرأي العام محصاء المرادني الباحثة في مجال حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت في إيران في معهد أكسفورد للإنترنت وثقت أكثر من مائتي حالة من منشورات إنستجرام تمت إزالتها خلال الاحتجاجات على عدم الوصول إلى المياه التي اندلعت في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران الباحثة أضافت أنه كان هناك مشكلة واضحة تتمثل في نسب شعارات الاحتجاج التقليدية التي يتم استخدامها بشكل حتمي خلال أي احتجاج في تاريخ إيران الذي يزيد عن أربعين عاما وهي الموت للديكتاتور أو الموت لخامنائي لكن هذا ليس مبررا لحذف أي منشور يعبر عن الحرية أو الكرامة للشعوب